يعني الحقيقة انه مفيش شك ان الاوضاع في غزة سيئة جدا كل ساعة عشرات من الشهداء بتسقط كل ساعة بيكون في حصيلة من المصابين جراء القصف على قطاع غزة وتكدس داخل المستشفيات سواء من جثث الشهداء او حتى المصابين ده بالتأكيد هترتب عليك وارد صحية ووقائية على الشعب الفلسطيني ووارد انه زي ما دايما ما بدي اسمع انه مع انتشار الوفيات او وجود جثث وارد انه ينتشر او بقى بين صفوف المواطنين عدد كبيرة جدا من الشهداء حتى يعني تخطت تقريبا بالألف وتسعمائة شهيد عدد اطفال كبير جدا حوالي ستمية واربعتاشر طفل وايضا تلتمية وسبعين امرأة ووصل عدد الجرحة لحوالي سبعة تلاف تسعمية او سبعة تلاف ستمية ستة وتسعين رقم كبير جدا واعتقد حتى الوضع الصحي في غزة شازلي كمان للأسف كارثي بكل تأكيد مستشفاء بتخرج عن الخدمة اعداد جثث الشهداء كبيرة جدا التلاجات الموجودة هناك مش قادر ان هي تستوعبها اعداد المصابين كبيرة جدا المستلزمات الطبية الأدوية أدوات الجراحة كل الحاجات دي خلاص بتنقص مع الوقت في ظل هذا الحصار ووزارة الصحة الفلسطينية بنفسها خرجت وقالت هذا الكلام في تصريح وحذرت كمان من حدوث هذا السيناريو قراءة وافية عن هذا الامر هنعرفها من ضفنا اللي نورنا فيه للستوديو دكتور شريف حتى استشاري الطب الوقائي والصحة العامة يا دكتور صباح الخير يا فن صباح الخير عليك وعلى أستاذ المشاهدين جميعا يا أهلا بك في البداية زي بتقيم الوضع الصحي في غزة أنا في البداية طبعا يعني بتعاطف مع غزة ومع كل الأحداث اللي موجودة فيها وربنا معاهم وينصرهم إن شاء الله طبعا الوضع احنا بنتكلم ان فيه كوارث بتحصل كوارث معروفة يا أما الطبيعية زي الزلازل والبركين والحاجات دي يا أما كوارث نتيجة حروب بفعل بشري يعني فبيهمنا من المقام الأول إن احنا نوفر بيئة آمنة لهؤلاء المواطنين في ظل الظروف الصعبة اللي منبروا بيها دي لإن احنا عندنا عدد من المواطنين بيسيبوا أماكنهم بيخرجوا من بيوتهم في قطع كهرباء في قطع مية فأول حاجة بتي في بالك إنك توفر أمان ليهم وممر آمن يخرجوا منه يعودوا في أماكن سالمة بالنسبة لهم فأنت أهم حاجة بتقول أنا عايز مكان آمن لي بعيد عن القسف وعن الضرب اللي بيحصل تاني حاجة توفير المياه الغذاء الدواء ده كده إنت بتقدر تحميه يبقى فيه سقف مغطيه خصوصا مع دخول فصل الشتاء فإنت بتتكلم في أمطار في تقلبات جوية بتتكلم فيه احتياج إلى مكان دافئ وآمن أقدر أحميه من خلاله فإنت بتتكلم فيه احتياجات أساسية لحماية حياته أنا عايزه بعايش فبالتالي بتتكلم أن يا دول يلي بتقدم المساعدات تركزي على الحاجات دي ركزي أنك تبعاتي بطاطين تبعاتي خيم تبعاتي حاجات يقدر تقويهم من التقلبات اللي موجودة كان حاجة مصادر المياه لازم يبقى فيه مصدر آمن للمياه لازم توفر لهم كميات كبيرة من المياه علشان يقدروا نحافظوا على حياتهم لأن المياه أساس الحقيقة بالنسبة للإنسان ما نفيش غنى عنها خالص يعني سواء كان للشرب أو للنظافة أو لأي حاجة في استخدام المياه مهم جدا يبقى فيه توفير مصدر آمن للمياه سواء كان هناك فيه أي خطوط مياه ممكن تتمدلهم أو المساعدات اللي بتروح لهم يكون فيها جراكل كبيرة أو كميات كبيرة من المياه توزع بشكل عادل فلابد من وجود ناس مسؤولة على توزيع المساعدات اللي رايحة توزع بشكل عادل وآمن عليهم بالتساوي عشان كله يوصل له فوسط هؤلاء المواطنين إخوانا فيه فئات معينة هي أكثر عرضة للأمراض والخطورة ودول أكتر ناس بخاف عليهم الأطفال السيدات وخاصة الحوامل كبار السن وزو الأمراض المزمنة وزو الهمم اللي هما زو الاحتياجات الخاصة دول أكتر ناس ببدأ بيهم عندنا مش بقول إن احنا هنهمل الرجال والشباب ولكن ببدأ بأولويات على أساس إن الرجال والشباب عندهم قدرة تحمل أكتر منهم شوية فأنا بخاف على الأطفال الطفل الصغير ده عرضة جدا إنه يجيلوا التهاب رئوي إنه يجيلوا إنفلونزا إنه يجيلوا حصبة إنه يجيلوا التهاب سحائي من التكدس ومن العدم التهوية الجيدة ومن البيئة الغير آمنة السيدات الحوامل وارد جدا مع وجود نحن عارفين الستات الحوامل دول بيحتاجوا إلى تغذية جيدة يحتاجوا إلى مكان آمن رعاية خاصة يعيشوا في مكان آمن ما فيش أي مشكلة ما فيش أي ضغط عليهم فطبعا ربنا يكون فعولهم من الضغط النفسي لوحده كفاية ولكن احنا بنقدر نوفر المستطاع طيب دكتور يعني زي ما حضرتك حدثت أعداد الشهداء كبير جدا والمصابين كمان للأسف أكبر وفي ضل تكدس وازدياد الأرقام ده بشكل كبير جدا وفي ضل كمان طبعا المشكلة أو الكارثة في الوضع الصحي والقطاع الصحي في غزة إزاي تقدر الكوادر الطبية إحنا فكرة الكوادر الطبية هي قادرة أو بتحاول تتعامل بقدر المستطاع لقد إيه ممكن يستمر الوضع ده أنا هقولك التعامل مع الحالات اللي زي كده من قبل أطقم الطبية والكوادر الطبية بيختلف عن الوضع العادي بيختلف عن التعامل الطبيعي بتاعه اليومي الروتيني في المستشفى فأنت بيبقى ليك أولويات في الشغل بتاعك وليك تصنيف للحالات الموجودة للدرجة اللي أنا عايز أقول يعني حاجة كده بناخدها في الإسعافات والكلام ده إنك فيه شخص ممكن تسيبه يتوفى مقابل إنك تسعي في شخص تاني لأنه إصابته إصابت ده اللي جياله أنت متأكد علمياً وطبياً أنه هو كلينكياً منتهي لكن الشخص التاني أولى بوقتي ومجهودي إن أنا أنقذه فبقى ده وارد في حامس أنا لو سبت ده فده زي ما حالك قلت علمياً كده كده هيموت فهبقى فقط حالتين هبقى فقط حالتين ده ده التفكير اللي أصدره حضراتكو عليه أولويات في استخدام الأدوات الطبية أوفر إيه وأخلي إيه ده بقى الإسعافات الأولية الموجودة كلهم بيبقوا مركزين عليها وبيستغلوها أكتر استغلالي جميع الكواد اللي بتنزل تشتغل جميع التخصات تشتغل في كل حاجة مفيش حاجة بقى أسطنى بطنة أسطنى أطفال لا كله بيستغل إنه يقدر ممارس عام ويشتغل ويعمل كل حاجة أي حد عنده أي خبرة في أي مجال طبي بيساعد ولو بقدر بسيط جدا فهنا بيجي بقى مسألة الأولوية في التطبيق واستخدام الإمكانيات المتاحة بالنسبة لي في خيط بيستخدم في البتاعة أوفر فيه مش هستخدم بوفر زي ما بيستخدم في العادي مقصات وحاجات وماشارات بتستخدم بتحتاج تعقيم باستمرار أستخدمها عند اللزوم فقط عظيم جدا طيب زي ما ذكرنا إنه جثمين شهداء كتير جدا في المستشفيات وإن التلاجات الموتة مش قادرة تستوعب هذه الأعداد الكبيرة فنتيجة لده في جثمين شهداء ملقا للأسف على الأرض وفي خارج المستشفى في انتظار دورها في الدفن أو حتى في بعض الأوقات بيكون في قصف الجنازات فعشان كده بيأخروا الدفن هل وجود هذه الجثث شهداء في هذه الحالة من الممكن أن تؤدي لوباء أيا كان نوع هذا الوباء؟ بالتأكيد طبعا الجثث دي مصدر كبير جدا للوباء الجثث المتعفنة الجثث التي تخرج منها بكتيريا شيء مأساوي جدا نتمنى أنه ينتهي إن شاء الله قريبا بأي شكل من الأشكال ولكن للحفاظ على صحة المواطنين للحفاظ على أدميتهم ونشوف طرق برضو زي ما أنت حضرت تفضلت بتوفير تلاجات في حالة إن شاء الله ما يستمرش الوضع أكتر من كده بس نتشوف طريقة نحافظ بها على الجثث للحفاظ على الوضع الصحي العام والمناخ العام اللي ممكن الهوى نفسه تطير فيه المكروبات والفيروسات وتصيب جميع الفئات اللي موجودة فبالتالي نتكلم في نقطة التعقيم لابد يبقى فيه جراءات تعقيمية للأماكن أول بأول علشان أماكن الجثث وعلشان أماكن الأوبئة اللي ممكن تحصل الفيروسات كتير جدا دلوقتي ده موسم فيروسات فبالتالي ممكن الأطفال تصاب ممكن كبار السن يصابوا النقطة المهمة جدا اللي حابة بتطرق ليها يا جماعة اللي بيقدم مساعدات ياخد باله من الأدوية قياس جدا الأدوية الأمراض المزمنة أدوية الضغط أدوية السكر لأن هناك ما فيش دلوقتي صيدليات صحيح ولا في أدوية ولا في مساعدات دخلة فأنا أهمني جدا بعد ما دخلت مية ودخلت غزاء أدخل أدوية أدوية إيه؟ أدوية الأمراض المزمنة أدوية إنسولين أدوية الضغط أدوية الحساسية الأدوية للستات الحوامل والمكملات الغزائية للستات الحوامل ده شيء مهم جدا جدا لازم نركز عليه في المساعدات اللي رايحة غير طبعا المستلزمات الطبية من قطن وشاش والحاجات المطهرات للجروح والخيوط الجراحية كل ده وده طبعا تحت إشراف الهيئات المسؤولة عن المهلال الأحمر والحاجات اللي بتقدم المساعدات تبقى مركزة جدا في أولوياتها ويبقى فيه تواصل ما بين هناك وما بين عندي أقدر أعرف إيه اللي نقص عندي عشان ما بعتش حاجة ممكن يكون هيئة تانية بعتتها وبالتالي هو عنده وفرة في حين أنه عنده نقص في حاجة تاني صحيح تنصيق أكيد حتى أعتقد كمان الملابس مهمة يا دكتور لأنه بكل تأكيد حتى المسعفين أو المواطنين اللي بيساعدوا يعني على قد ما يقدروا بيبقى حاملين لجرحة وشهداء كمان مش راجعين بيوتهم أصلا فبالتالي خرجوا فالملابس مهمة الغطاء مهم جدا بطاطين في الفترة اللي جاية دي اللي خدت بالك الجو بالليل بيبقى بارد دي يعني فالخيم والبطاطين مهمة جدا لأن ده شيء مهم جدا لحمايتهم من التعرض لأي أمراض أو بيئة دكتور من ضمن الأخبار برضو المأساوية والصعبة جدا كمان بنسمع أنه حتى قوات الاحتلال كانت بتحذر وبتنبهوا فيه رسائل أنه يتم إخلاق مستشفية وفيه طبعا يعني جرحة وإصابات فيه ما بين أصابات بالغة وإصابات متوسطة وما إلى ذلك يعني إنعكاس ده إيه على الوضع الصحي أيضا في غزة وأصلا هل ده ممكن آه لو هم عملوا كده يبقى أنا أناشد البرد والمجتمعات اللي بالدول اللي بتبعث إنك تبعث لي مستشفات بيدانية هتبعث أماكن مجهزة إنها كأنها مستشفى مستشفى جميع بعض كده مجهزة لخدمة المواطنين نستغل بعض الأماكن الآمنة أيا كانت هي إيه بقى بس فيه مواطني فيه جرحة يا دكتور أو فيه مصابين يا دكتور مثلا بيعانوا يعني في غيبوبة في كومة بالأسف إحنا ما نملكش إلا الدعاء في الحالات اللي زي دي إذا فعلا نفذوا هذا التهديد وخرجوا الجرحة من المستشفيات هيبقى فعلا عندنا مشكلة كبيرة مضطرين فعلا إن إحنا نتدخل فيها وإن إحنا نوفر أماكن بديلة ليهم نبعت أنابيب أكسوجين نبعت محليل بقدر كافي نبعت جلوكوز بقدر كافي كل ده لابد وأعتقد أن الحمد لله عندنا في مصر بتروح مساعدات من خلال التحالف الوطني وحياة كريمة لأحمر غير دول أخرى الأردن أرسلت مطار العريش بيستقبل دلوقتي المساعدات اللي رايحة فيتمنى أن كل الحاجات دي تقدر تغطي الاحتياجات الكبيرة بتاعتها طيب نقص المياه نظيفة للشرب ونقص المياه الخاصة بالنظافة ده ممكن يكون تأثيره إيه على الوضع الصحي هناك أنا بشكل عام أنا عايز أودي مانيا يعني أنا عايز أوفر مصدر آمن للمانيا بالنسبة له بس طبعا زي ما تفضلت إنت وقلت طبعا ما فرض المصدر يبقى نظيف علشان استخدام المياه للشرب تختلف عن الاستخدام للأغراض أخرى وإنت لفت نظري كمان حاجة مهمة جدا وهي الصرف الصحي نفسه لابد من موفير أماكن للصرف لأنه ده برضو مصدر كبير جدا للأوباء على رأسها مرة تشال الأطفال من الحاجات اللي بتنتشر عن طريق الصرف الصحي والكلام ده فلابد من التركيز على توفير أقرب أماكن يكون فيها حمامات بتتعامل في الشارع أي حاجة يكون لها برضو دور في التخلص من هذا الموضوع يعني مرة تانية يقلبنا طبعا مع أخوتنا في فلسطين بشكل عام مش بس قطاع غزة وضع مأساوي ووضع صعب جدا بيعاني منه أهلينا في فلسطين من يا رب يعني الوضع ده ينتهي فيه أقرب وقت ممكن نتمنى أنه على الأقل بس نشهد في الساعات القليلة القادمة وقف لإطلاق النار ودخول المساعدات لأهلينا في قطاع غزة لأنه الوضع فعلا بقى أصعب من ما أي حد ممكن كان حتى يتوقع في أسوأ أحلامه على أي حال طبعا بنشكر حضرك دكتور شريف حتى استشائي الطب الوقائي والصحة لما نورتنا في سبع أرخي أنا اللي بشكرك وبضم صوت رصوتك وربنا يغزيح الغم إن شاء الله يا رب شكرا